أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية لكن قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني حضر اجتماع الحكومة مع ممثل سلاسل الإنتاج الفلاحية الخميس أن هناك توجهات حكومية مرتقبة لفتح باب الاستيراد الأبقار الموجهة للذبح أمام المهنيين لمواجهة غلاء الأسعار في السوق المحلية وأدف المصدر داته أن المهنيين أبلغوا رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الاجتماع مقترحا لحل أزمة الأسعار المتواصلة يتعلق بفتح باب الاستيراد وهو ما لقي قبولا من قبل أخنوش مشرطا أن تكون العملية وطنية وليست لأهداف ربحية وأورد مصدر هسبريس أن رئيس الحكومة نبه البعض إلى وجود استغلال لهذه العمليات التي تعلنها الحكومة من أجل أهداف ربحية كاشفا أن الحكومة أكدت للمهنيين رغبتها في فتح باب الاستيراد من جديد لكن فقط في الشقة المتعلق بالأبقار الموجهة للدبح وأوضح أن استبعاد الأغنى من هذه العملية يأتي بسبب أسعارها المرتفعة في أوروبا خاصة إسبانيا مبرزا أن استيرادها مستحيل حاليا لأن هدف خفض الأسعار محليا لن يتحقق بالنظر لهذه التكلفة وأكد المهني بالقطاع الذي فضل عدم الكشف عن عويته أن لا حل أمام الحكومة والمهنيين لتجاوز أزمة الغلاء سوى الاستيراد في هذه الفترة لافتا إلى أن الأعلان الرسمي عن هذه الخطوة مرتقب بعد تصريحات الحكومة في اجتماع يوم الخميس من جهته كشف مهني آخر بقطاع اللحوم الحمراء أن عودة الاستيراد أصبح موضوعا يتداول بين المهنيين هذا الأسبوع مشيرا إلى أن لا شيء رسميا حتى الآن ومن الممكن أن يظهر كل شيء بداية الأسبوع القادم نهاية هذا الموعد الإخباري شكرا على حسن المتابعة